من أرامكو قلنا ما تخاف إلا إذا انكسر التريند والتريند ما ينكسر إلا بكسر أربعة وثلاثين ستين أربعة وثلاثين خمسة وخمسين هللة ولو لاحظتوا ذاك اليوم أنا لما حللت قلنا شوفوا فين واقفين إذا تخطينا المتوسطات التلاتة كشفنا التريند الهابط وكشفنا النسبة الدهبية عند خمسة وثلاثين خمسة وسبعين وهي أجمل عنوان في أرامكو يعني تخيروا قالوا لكم أرامكو أخترق الخمسة وثلاثين خمسة وسبعين فين رايحين والله احتمال كبير نروح سبعة وثلاثين على النظرية وسكفه وقنا أرامكو سهم جديد يعني ماهو تاريخيا عندنا شارتات لذلك على اليوم واضح طيب أرامكو تراجع فين حددنا الدعم قلنا أربعة وثلاثين خمسة وثمانين هللة تمثل التمانية وثلاثين فيه ولو حبي يشطح الفرق بسيط أربعة وثلاثين ستين خطة تريند هذه اللي تعتبر كسرها في أرامكو كارثة فنية معناه هذا قاعد يدينا تصور للأمانة غير جيد أبدا ليش؟ لأنه تحت المتوسطات التلاتة وكمان تكسل لي تريند صائج زي كده مثلث يا رجال انت جيت من فين؟ جيت من ثلاثة وثلاثين ونص اكتتابك اثنين وثلاثين يا رجال تاريك لي فجوة قديمة عند مستوى ثلاثة وثلاثين خمسة عشر على النظرية شوفوا فيه فجوة هنا قاب ما قفلوا من زمان تركوا فأين يرجع؟ يرجعني تلاتة وثلاثين أو يرجعني قريبة الاكتتاب فدائما أرامكو نحن صابرين عليه نقول مو معقول السوق وصل 11 ألف وأرامكو ما اشتغل فأرامكو يمكن ضغطينه يستنوا يخلصه من الراجحي أو يستنوا يخلوه كرت من كروت الصناع في المستقبل فعالعموم هو الآن عند دعم قريبة 34-85 ويبقى الدعم الاستراتيجي 34-55-34-60 أهم مقاومة على الإطلاق خلال شهر سبعة تخيلوا نحن في شهر سبعة يقولوا لكم تخطى أرامكو 35-75 الهدف 37 ريال وبكده يا شباب لو تسمحوني بارك الله فيكم أقف عند أرامكو تخطى أرامكو